لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا اخواني الكرام ترى ما هي الرسائل كما ذكرنا اولا الرئيس في هذا الختاب المرتجر وغير المحظر له اصلا ما حظر لهش خلاص وواضح الارتجال فقط كما قلت لكم الظهور من اجل الظهور ولكن هذا الظهور اراد منه اولا ان يقول بانني لازلت بخير وانني سأتعافى معناها ينهي الذين يفكرون في عزله واعلاني شغور المنصب امر اخر وجه الرسائل قال بانني كنت اتابع وكنت على تواصل مع رئاسة الجمهورية وهذا اما ان الرئيس قالها فقط ليبين بانه كان يمارس مهامه ولم ينقطع عنها او انه كان بالفعل يجري التواصل مع الرئاسة ومصالح الرئاسة اخفت هذا الامر زلت اللسان الوحيدة التي قالها هو مستشار عبد الحفيظ علاهم عندما قال بانني تواصلت مع ابنه وبعد ذلك امر من طرف جهات بان يكذب لذلك لجأ الى جريدة الوطن وكذب هذا الامر ولم حسب متابعتي لم ينشر التكليب لدى روسيا اليوم ترى لماذا لم يرسله الى روسيا اليوم انت وكالة معينة او جهة معينة نشرت تصريحات منسوبة لك تكذبها عند الجهة المعين مش تلجأ الى جريدة الوطن فقط وتمريرها لحاجة في نفس يعقوب وليس الهدف منها انك بالفعل لم تصرح الى هذه الجهة اذا الرئيس كما انه اراد ايضا قال بانه سيتواصل برنامجه اقاضيت اشار الى الانتخابات وقانون الانتخابات هو سبق من قبل وقال انه بعد تعديل الدستور سيكون هناك قانون للانتخابات الرئيس يقول انا بخير انا امارس مهامي لم انقطع يوما كنت على تواصل مع الرئاسة برنامجي سيتم البرنامج الذي سطرته تتمثل في الجزائر الجديدة سيتم هذه هي الاشياء اللي اكدها وحاول طبعا ان يظهر بانه يتابع تكلم عن الدخول المدرسي تكلم عن كورونا تكلم عن الوضع الاقتصادي اشارا مثل هذه الامور ليبين بانه متابع للاحداث وليس كما قد يلجأون اليه ويقول بان الرئيس عاجز عن ممارسة مهامي كما ان الرئيس ايضا انه يتماثل للشفاء وانه يتطلع الى العودة اليوم قبل غدا وانه يتماثل للشفاء واذا انه وضع الصحي لن يكون في اتجاه سلبي كما قد تقول بعض الاطراف لذلك انه يتماثل في الشفاء وانه هو يتكلم بصفة عادية رغم انه مرهب طبيعي ولكنه يتكلم واعتقد بانه هذه كلها رسائل موجهة الى طرف ما انا لا اقول السلطة كلها عزمت امرها على عزل الرئيس بل انه هناك طرف وقلتها من قبل في احد المداخلات ان هناك طرف قوي في السلطة يدفع نحو مرحلة انتقالية ما بعد الرئيس تبون هذه الرئيس الآن ظهر وقال انا اتماثل للشفاء انا كنت اتابع الاحداث انا كنت على اتصال مع الرئاسة نعطي الاوامر هذا ما اريد ان اقوم به اذا هذه كلها رسائل موجهة الى طيار او جهة معينة في السلطة هو يدرك من هي ولكن لم يذكرها ولم يحاول انه يظهر كأنه يوجه لها رسائل ولكن الواضح جدا على وضعه وعلى كلماته وعلى ما اورده في رسالته وعلى الظروف التي ظهر فيها وعلى الشكل الذي ظهر عليه كلها تؤكد بان هذه الرسائل رسائل متعمدة ووراءها ما وراءها والايام القادمة بلا ادنى شك ستكون كفيلة باظهار ما وريد اخاؤه في هذه المرحلة الرئيس بقوله بانه هذا الجزائر الجديدة والانتخابات وقانون انتخابات وتوصيات الى وزير الداخلية والولاة بضرورة الانتباه ومتابعة وتطبيق توصيات الاوامر حول جزائر الظل وما الى ذلك كلها مؤشرات توحي بان الرئيس لن يقبل بمرحلة الانتقال وهو رد عملي ورد موضح عبر هذه الكلمات لم يقل انا ضد المرحلة الانتقالية ولكن قال بطريقة غير مباشرة ان البرنامج الذي شرع فيه منذ انتخابه في 12-12 انه لا سيتمم برنامجه المتمثل في الجزائر الجديدة كما سمعها معناها ان الرئيس يرفض المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها ماكرون ولا يمكن ابدا ان يكون حديث ماكرون جاء من فراغ واراد ان يمهد للامر بمدح الرئيس بالشجاعة معناها ان الرئيس سيكون شجاع في اتخاذ مثل هذه القرارات طرى ماذا ستسفر عنه الايام القادمة اذا استمر وضع الرئيس في الشفاء والتعافي هذا شيء اخر ولكن قد الامور تكون مفتوحة على اي احتمالات اخرى ونحن نعرف ان هذا الوباء احيان انسان يشفى احيان يعود الله اعلى واعلم بهذه الامور هنا تكمن الكثير من علامات الاستفاة امر اخر انه ظهور الرئيس من حيث الشكل اولا ان الظهور غير لائق تماما فالرئيس من المفروض يظهر في شكل افضل وخاصة ان ما قاله اعتبر خطاب للامة وهكذا ذكر التلفزيون ومواقع الانترنت والوكالات والاعلام الرسمي ذكر انه في خطاب للامة خطاب للامة يجب ان يكون ببذلة رسمية وليس بهذا الشكل لذلك لا يمكن اعتبار خطاب للامة خطاب الامة من المفروض انه يسجل وبعد ذلك يذاع مباشرة اول مرة في نشرة الثامنة النشرة الرئيسية في تلفزيون الجزائر اذا هذا ليس خطاب للامة لا يمكن اعتبار خطاب للامة حتى لو اعتبروه بل انه مجرد كلمة وجهها الى الشعب الجزائري بطريقة ما لحساباتنا لذلك الطريقة التي ظهر بها الرئيس غير لائقة ابدا بمنصب الرئيس خاصة لو كان عمل فيديو خفيف انا بخير طمأنه وامتسم هكذا للجزائريين وحطها في الفيسبوك او في تويتر ربما نمررها ولكن الظهور بما سمي خطاب للامة وعلى هذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذا التصوير اعتقد بانه غير لائق تماما واضح ان الرئيس تحدث بالفندق من ناحية الستائر ومن ناحية الشكل وتليفون وكذا وكذا واضح انه في فندق اذا ان الرئيس اذا كان خرج من قبل راح الاقامة ما او راح على المركز ما كنا قلنا ربما مركز اعادة التأهيل الصحي والتأهيل العضلي والتأهيل التنفسي يبدو انه خرج من هذه المرحلة وانتقل الى فندق في فندق ما في جناح ما واضح انه في فندق امر اخر ان الظهور كان سريع ومستعجل قال للفيديو لم يدرس بعناية انه انا كما قلت لكم في البداية يبدو انه الرئيس وصلته معلومة ما فاراد الظهور مستعجل جدا صور فيديو تم تقطيعه عبر التليفون فقط وبطريقة سريعة وتم وضعه على تويتر بتلك الطريقة اذا ظهور مستعجل اولا كلمة الرئيس لم يتم تحضير لها كانت ارتجالية كانت ما فيها ما فيها شيء يمكن ان يهم كثيرا بقدر ما فيها رسائل ما وراء الكلمات وما رأى اختيار هذه المواضيع بطريقة عشوائية لكن المؤكد ان الرئيس اراد ان يقول انا بخير وسأكون بخير وانا امارس مهامي ولا يمكن ابدا ان اقبل باي اجراءات تتخذ ضدي من طرف الذين يدفعون الى حسن هذا هو الواضح من خلال الفيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله